أستاذ إيمان من الجيزة تفضل السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام وراح تلاه بركاته لو صمحت عندي سؤالين تفضلي عندي أول سؤال ابني عنده إن شاء الله في الجامعة ماشي وبيكذب كتير وما بيصليش يلا بصعوبة ولازم أن أكون وقفة قدامه عشان يتوضى عشان يصلي أنت بتوقف قدامه عشان يتوضى صح؟ أه إيه؟ بتوقف قدامه عشان يتوضى لأ خش يلا عشان تتوضى خش يلا عشان تتوضى يعني كده أفضل لازمني كده علشان يخش يتوضى ممكن يبقى يصلي العصر ده قرب المغرب خلاص هيقذي هو عنده عشرين سنة آه طب كملي كملي وما بيصليش على بصعوبة وبيكذب كتير قوي علي طب صارحني في حقيقة ومش عارش تهم الكلام ده وبردك إيه؟ أحسني بكلام وبردك فيكك بس ما برضك أحرق طب فين السؤال يا أستاذة إيماني؟ السؤال اللي أنا ابني دلوقتي زني أنا كده عليه بس يعني كده أعمل أنا إيه علشان يقدر يصلي أو ما بيكذبشي جيز أول سؤال طيب كان سؤال إن جوزي مأثر معايا في العلاقة الزوجية ومأثر معايا في مصارف البيت وفي تربية الأولاد وهو ابن عمس إيه إيه طيب فين سؤالك؟ السؤالي إلا أنا أعيش معاه إلا أنا أستحمل عشان خاطر أولادي أو أوحه وأقول له كده غلط وكده هو شايف كل حاجة بقول له أنت تتعب أنا معايا أنت تتعب أنا معايا لأنا بشتغل برضو معاه طيب سؤالك فين؟ أنا أشتغل يوم وأعج بيت الأيام يعني عشان عنده عقف جلي بسيط فين سؤالك يا أستاذ أمان؟ أنا دلوقتي أنا لما أشتغل وما أخليش حاجة لي عشان البيت مش مكاسي فهم؟ يعني ما أخليش حاجة لي أنا وكده بأصدر أنا في نسبة حقي نسبة هل دوتي اعتبر صدقة؟ آه هل دوتي اعتبر صدقة فعلا أولا أعمل إيه عشان خاطر مثلا جوزي وإذني بعيده؟ حاضر يا أستاذ إيمان شكرا يا دكتور شكرا عفوا عفوا أستاذ إيمان أولا ارفع أيديك عن الولد ملكيش دعو بالولد إن صحيحه بس ما ترعبوش ما تقفلوش على الحمام هو التوضى ولا لا ما تقفلوش على سجابة الصدق أرجوكي هو ممكن يكون كده بقى يكدب عشان الحركة اللي أنت بتعمليها دي سيبيه بس زكريه إنه ربنا بيحبه قولي له إنه ربنا سبحانه وتعالى معاه لكن أنت كده بتزودي عناده بتزودي نفوره بتزودي تركه للصلاة فالحل إنه هو خلاص بقى كبير ده بالغ ده يتجوز ده يبقى يبني أسرة ده فعشان يبني أسرة لازم تحسسيه إنه هو مسؤول أمام الله طيب وقلبي إنه أنا حاسة إنه أنا فشلت في تربيته ما فشلتش في تربيته أنت مين قالك إنه أنت عشان تنجحي في تربيته يبقى هو لازم يبقى ملاك ما تسيبيه هو يتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى عنده علاقة بينه وبين ربنا بتعملي إنت إيه تنصحي إيه بس بلاش العقاب وبلاش العناد وبلاش المرأبة وبلاش التجسس سيبيه يبقى عنده ثقة أنت كده بتهدي الثقة فيه أنت لما تعودي تتبعيه وتقولي له أن أنت مش مصدقاه لازم يكذب فحاولي تصدقيه عشان ما يكذبش أنا دايماً بقول لأحبابي كده حاولي تصدق أولادكم عشان ما يكتبوش الحاجة الثانية يا زوج حضرتك اللي أنت بتعمليه ده وقت كله في ميزان حسناتك وصبرك وكمان أن أنت بتشاركي في البيت ده إن شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتك لكن الأمر الثاني الأمر العلاقة الخاصة عدوا مع بعض وتكلموا قولي له أن أنت مش عايزة تتفتن قولي له أن أنت محتاجاة قولي له كل الكلام اللي بتقوله الزوجة عشان تبين أن هي حريصة على علاقة الزوجية حريصة على أن البيت يفضل بيت حقيقي مش بيت ناقص ولا نص بيت ولا ربع بيت ولا تلت بيت أن هي عايزة البيت يبقى بيت كامل فأنتي روحي وقولي له الكلام ده وإن شاء الله رأيكون فيها كل خير إذا ما كانش ده تعالوا بقى تعالونا أنتو الاتنين على مركز الإرشاد الزوجي في دار الإفتال المصدرية ونتكلم وإن شاء الله نحل الموضوع ده